السلام عليكم دكتور. اه يعني اه في البداية مسلا لو عايزين نقول نقولي البطاطة. البطاطة الحلوة. تعرف البطاطة طبعا. اه اه. البطاطة يعني انت مسلا لو انت بتروح الجيم او بتلعب رياضة او كده تلاقي دايما الرياضيين بيستخدمه. يعني دائما تلاقيهم بيأكلوا بطاطة. يعني سواء يروحوا البيت يأكلوا بطاطة. ليه البطاطة? البطاطة اولا طعمها حلوة. كده في المقام الاول كطعم. لكن يعني لو احنا مسلا جبنا البطاطة دية وضيفنا عليها بعض الاضافات ممكن تزود لنا المغازيات وتزود ونكون بناخد سعرات حرارية اعلى. فبالتالي تساعدنا ان احنا نزيد في الوزن. ايه مسلا الاضافات زي ايه? زي عسل السود والمكسرات. اه البطاطة غنية طبعا بسعرات الحرارية بالالياف بالنشويات بالدهون بالكربوهادريت بالبروتينات بالسكريات. نقدر نقول عليها مصدر غزائي متكامل للناس اللي عندها نحاف. او اي شخص مسلا عايز زود كتلة عضلية ننصحهم برضو بالبطاطة. ليه بقى البطاطة? البطاطة فيها مسلا وليكن نقدر نقول عليها معادن موجود فيها الكالسيوم. ايه تاني مسلا? اه اه طبعا ما نيجي نتكلم عن الكالسيوم يعني نقول صحة العظم بتاعنا. دي اول حاجة. تاني حاجة برضو لو عايزيني زيديو باول حاجة افتكر معاها الحاجات دي مهمة جدا. تاني حاجة نتكلم عن الفواكه المجففة. الفواكه المجففة. الفواكه المجففة زي ايه? مسلا زي الزبيب زي المشمش زي التين زي القرصية زي البلقوق. دي كل الحاجات دي اتمسلا وليكن تقدر تقول عليها تعتبر خيارات رائعة جدا. اه ان انت تاخد منها سعرات حرارية عالية جدا. فبالتالي تساعدك ان ان انت تملى. انت هدفك دلوقتي ان ان انت تملى وتزيد في الوزن شوي. صح كده? اه تمام. زيت برضو ان هذه الاشياء المجففة بتحتوي على مضادات للاجسادة. وزي دي النهاية برضو بتمدي الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية وبتنشط الدورة الدموية عندنا في الجسم بتاعنا. يبقى دي كده يبقى دي كده اول اول يبقى قولنا اول حاجة ايه? البطاطة الحلوة ما ننساهاش ان نحطها نحاول قدر الامكان لو هناخد لنا مسلا واحدة ولا اتنين ولا تاتاتا في اليوم يبقى حاجة جميلة جدا. تاني حاجة الفواكه المجففة برضو خيار رائع وجميل جدا ان يحتوي على سعرات حرارية زيت برضو. نقول برضو الرز. الارز. الارز. طب فايدة الرز ايه طبعا? الرز طبعا موجود في كل البيوت ندر نقول عليه. تاخد منه مسلا اه كمية نشويات كافية. كمية نشويات كافية تساعدنا بص اه هقول لك القاعدة الاساسية. القاعدة الاساسية بتقول ايه اه اه توازن الطاقة او الانيرجي بلانس. بيقولك ان الطاقة المأخوزة من تناول الطعام بتساوي الطاقة المستهلكة في النشاط والحركة. فاذا كانت الطاقة المأخوزة من تناول الطعام اقل من الطاقة المستهلكة في ان اا يعني اا 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 اقل من الطاقة المستهلكة في النشاط والحركة شخص هيبقى نحيف. فلابد ان احنا نزود الكمية شوي. هتقولي دي انا بأكل كتير جدا. يوبا خلاص يوبا احنا ان почему صحية. قلت لك على التحليل اللي في البدايا نعملها علشان نتأكد ان احنا ما عندناش مشاكل صحية. او ممكن برضو ان حافة تكون بسبب ان احنا بسلا برضو مافيش اكل بطيء بناكل بسرعة. الاكل بتاعنا غير مهضوم كنتيجة للاكل السريع والسرعة واحنا بناكله كده. فالاكل البطيء والمضغ البطيء بحيث ان احنا برضو نستفيد من الاكل بتاعنا. يبقى احنا قلنا الرز برضو. لو احنا اه خدنا بس يوميا ما يعادل ست معالق اه رز بجانب الغداء بتاعنا. ست معالق رز بس. بجانب الغداء بتاعنا هتلاقي الموضوع بيفرق معاك في 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 زيادة الوزن. يبقى ست معالق رز بس انا بقول سبع معالق. سبع معالق رز. اه من معلقة الطبيعية بتاعتنا. اه تحطوه يوميا مسلا مع وجبة الغدى بتاعك. بس قلنا ما لم يكن هنا خلال مرضي ويحفظ كلمة دية علشان ما تقولش ده الدكتور احمد قال لي تمام. لو انت ما عندكش مشكلة تلقائيا هتزيد وهتدعي لي. عندك اه مشكلة صحية يبا احنا لابد ان احنا نعالج المشكلة الصحية في البداية قبل ما 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 نتكلم في اي حاجة. برضو اه قلنا الرز قلنا الفواجه المجففة قلنا البطاطة الحلوة. البطاطة الحامرة اللي اصدق فيها الحلوة ولا العديد? اه الحلوة. الحلوة البطاطة الحلوة. يعني الحامرة. اه الحامرة الحامرة. جبنة جميع انواع الجبن طبعا مفيدة جدا ان احنا بناخد كمصدر للمنتجات الالبان مسلا نقول الجبنة. الجبنة برضو تفرق امعات في زيادة الوزن. فانت لو حطيتها ضمن النظام الجزائي برضو. اه لانها بتحتوي على سعرات حرارية وبتحتوي على دهون. فبالتالي هتساعدنا ان احنا ايضا نزيد في الوزن عندنا. ممكن الحلبة. الحلبة. طبعا من المعروف ان من ضمن فاتح الشهية الاساسية. من المعروف ان من ضمن فاتح الشهية الاساسية الحلبة. فانت ممكن مسلا ولكن تشرب كمشروب الحلبة مرتين تلات مرات اربع مرات يوميا تقدر. يعني احنا لو قدرنا ناخد كوب من شاي الحلبة المغلي. كوب من شاي الحلبة المغلي. مع اضافة مسلا معلقة صغيرة من من عسل اسود افضل من كابسولات فواتح الشهية. زبدة الفول السوداني. زبدة الفول السوداني. نقدر نقول عليها ان برضو حاجة جبارة جدا بتحتوي على سعرات حرية عالية. وبتخلينا ايضا تساعدنا ان احنا نزيد في الوزن. اه لو احنا مسلا عشان نزيد الوزن نحرص ان احنا ناخد مسلا ملعقة من زبدة الفول السوداني كل ساعتين خلال اليوم. لو قدرت ان انت تاخد معلقة من زبدة الفول السوداني كل ساعتين من خلال اليوم. اخر الاسبوع هتبقى اه ادخن رجل في العالم. اه تمام. اه 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 الفضاء. يا تصدر فيك. اه 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 احنا كده ممكن برضو تقول المنجة. المنجة لو احنا مسلا لو خدنا المنجة بين الوجبات تأكد ان انت سيزيد وزنك بلا يعني بشكل سريع جدا. ربنا يبارك فيك يا ام الفراعن انت في حياتي والله العظيم. اه يبقى قلنا المنجة المنجة لو قدرنا ان احنا ناخدها مسلا عندنا تلات وجبات رئيسية. عندنا تلات وجبات رئيسية. بعد تلات ساعات من وجبة الفطار ممكن انت اخد لك اه تشرب لك عصير مانجة. كوب كبير كده من عصير المانجة. يبقى انت ليك تلات مرات او مرتين في اليوم مسلا انت اخد لك عصير المانجة. عصير المانجة ده سعرات حرارية عالية جدا زاد انه في حديد وفي بوتاسيوم وفي زنك. اه زاد سكريات وبروتينات حاجات خرافية جدا خليجتي زيت. كده في وقت سريع جدا. عشان كده الناس بتشرب منجة هي اكثر. اه يعني بتبقى اه يعني نسبة انها زيت في الوزن بتبقى اه لا. افضل نوع افضل مصدر للبروتين عشان يزيت في الوزن نقدر نقول عليه الاسماك. افضل مصدر. فلو قدرت مسلا ان احنا نضيف المصدر مسلا الاسماك بتاعنا اه مرتين او تلات مرات في الاسبوع برضو هتساعدنا ان احنا نزيت في الوزن. اه الحلويات كل حلويات. بص يعني لو تناول افضل افضل نوع من الحلويات يسببنا ان احنا نزيت في الوزن. نقول الكنافة. لو تناولنا قطعة صغيرة يوميا من الكنافة. احنا كده وزننا هيزيد بشكل سريع جدا. بشكل خرافي جدا. يبقى ده كده بالنسبة مسلا للحلويات. يبقى الكنافة. قلنا ايه تاني. الالبان اشرب الحليب. ويفضل الحليب اللي من المصدر نباتي اللي تساعدنا ان احنا نزيت في الوزن. زي اه لو خدنا كوباية واحدة من اللبن على الفطور. اه دي بتمد الجسم بالطاقة والفيتامينات.